على ركام الدولة التي تحطمت في صنعاء يتربع هؤلاء مجامع مسلحة تعيث في الأرض فسادا تصادر الدولة وتنصب نفسها نيابة عنها لكن بلا قيود ولا سياسات ولا أعراف اختزلت المؤسسة الرسمية في مناطق سيطرات الانقلابيين في دور المشرف المعين من قبل الميليشيا وفي سطوته وسلطته التي يقيمها بالرصاص والموت طبقة جديدة من المشرفين نشأت على هامش الانقلاب الدموي في صنعاء يستأثر هؤلاء المشرفون بالموارد التي لا تزال متاحة في الإثراء غير المشروع الذي يتراءى للملايين من الجوع كحلم بعيد فلا أحد هنا يبني المنازل الجديدة ويشتر السيارات ويستحوذ على المناصب غير هؤلاء المشرفين وفوق هذا وذاك انتشرت الفوضى والممارسات التي تنال من حرية الناس وكرامتهم ودمائهم من نقاط التفتيش إلى الجباية إلى الوصاية على المساجد والشعائر والدين وتمزيق المجتمع إلى طوائف إلى مواصلة القتل والتدبير في أكثر من منطقة ومدينة كلها تمثل المظهر الأسوأ لغياب الدولة جراء الانقلاب الانقلابيون ليسوا سلطة أمر واقع هكذا يراهم معظم اليمنيين ولا يرون في أعمال هؤلاء الانقلابيين ما يدل على السلطة بل عصابة ترتكب كل الجرائم دون رقيب ولا حسيب ولا رادع تمثل المدهمة والاعتقالات والإعدام خارج القانون وبصورة بالغة الوحشية أسوأ مظاهر السلوك الميليشيوي المنفلت الذي يعاني منه اليمنيون الواقعون تحت نفوذ الميليشياء وسطوتها حتى الحكومة المعلنة من طرف الانقلابيين لم تستطع حتى الآن تحسين الصورة السيئة لسلطة بلا ضوابط ولا معايير على نحو يجعل منها ومما يسمى المجلس السياسي مجرد هياكل فارغة تعبر عن التشبث الكبير للمخلوع صالح بحلم العودة إلى السلطة ولو على أكتاف الميليشياء